التدخين. التدخين من احد الاسباب الرئيسية التي تسبب انسدادش في شرالين القلب. نفس الوضع مشروبات الطاقة والحاجات المكملات الغذائية اللي بنخدها في الشرالين. مشروبات الطاقة كارثة. كارثة بالمعنى الحرفي. مشروبات كانت ماركة واحدة مسيطارة على السوق. النهاردة بقى عندنا اربع خمس ماركات وشباب صغير يا دكتور. معاك. بيشربها كأنها مشروب غازي. وهو مش فاهم دكار ساحائية. الفرق بين مشروب الطاقة والمشروب الغذائي. هما لازم مضررين بالمناسبة. بس طبع مشروب الطاقة. معاك. احنا في بعض الدراسات الماجستير والدكتور التي عملت على هذا الموضوع. وأثبتت ان في ضرر مباشر على القلب. وحضرتك ان احنا لانها بتزود الهرمونات الأدريلين ونور الأدريلين في الجسم. وبالتالي ده عالم خطورة. واحدة يحصل في ايه. اتنين يحصل في ايه. تلاتة يحصل في ايه. بص طبقا لكل احتمال طاقة احتمال الجسم. يعني فيه ناس متعودة ان هو مع الحركة أو كذا. ما بتأثروش قوي. وفيه ناس بيتأثروا سهولة. نفس الوضع التدخين. نفس الوضع التلاوسة. يعني بعض الحاجات او الاسترس اللي عندنا. او التوترات اللي في الحياة اليومية. الناس اللي بتعرض التوتر والاسترس في حياة اليومية. نفس الوضع بيكون عندهم المشاكل دي. وعرضة لحضوص المشاكل بتاع شرعين القلب. ومن هنا بدنصح فيه حاجات بنسميها موضفاية بالريسك فاكتور. ون موضفاية بالريسك فاكتور. يعني التقدم السيد بسبب مشاكل شرعين القلب. او العامل الوراسي. دي مش هقدر اغيرها. دي بصمة الانسان. انا مش هقدر اغيره. مش هقدر اقف عمره. إنما فيه موضفاية بالريسك فاكتور. إن انا اقدر اغيرها عشان احمي هذا المريض. بمعنى إن انا هقول له وقف التدخين. طب لو المريض ده وقف التدخين. لا المريض ده هيرجع نسبة حدوث مشاكل شرعين القلب بتاعته. هتقل. طيب لو عام مريض ضغط. وزبطنا الضغط بتاعه. نرجع للضغط المثالي بتاعنا 120 او اقل يكون اقل من 30. اه طبعا. احنا مشكلتنا في الضغط إن احنا بنعتمد على البرشامة الضغط. بس خلينا الاول نفهم مع بعض. الضغط المناسب ايه؟ 120؟ بصحة حرارة. احنا كنا بنعتبر الضغط لغاية 130 و140 ده مقبول. ولكن جمعية القلب الاوروبية أصدرت في توصياتها الأسبوع اللي فات إن احنا فوق 120 او الضغط ما بين 120 لمية واربعين قعد التعريف. يعني الضغط بتاع حضرتك لازم يكون اقل من 120 ده المثالي. طب لو احنا من 120 لمية واربعين بنعتبره بداية كان زمان بنقول. الوقت بنقول. وممكن نلجأ لن احنا نضيف بعض الأدوية حتى نخلي الضغط اقل من 120. طيب فوق المية واربعين ده مريض ضغط مرحلة أولا. طيب احنا الضغط من الحاجات اللي بتهمل إن احنا كله متعود إن احنا لازم ناخد البرشامة. طيب ماشي. فيه لايف ستايل موديفيكيشن إحنا ما جربناهوش. أو لازم نحفز المريد إن احنا حاجات بسيطة جدا. زي الرياضة. مشكلتنا فترة اللي احنا مرايحين فيها أو اللي احنا قاعدين فيها فترة كبيرة سواء في سواء العربية سواء في كذا سواء في العربية سواء كذا. فبالتالي إحنا السيدنتري لايف أو الأسلوب الحياة السيدنتري ديت بيخلي الضغط دايما مش مزبوط. طيب لما طلوب المريض لازم يمارس رياضة. طيب حد خد راح وراح وخد الدواء وعمل تحاليله. وخد برشامة الضغط زي ما حضرتك قلت. ممتاز. وقعد عليها سنة واثنين. وده بقى يعني حاجة مش بتحصل في مصر بشكل ده. كل الناس بتعمل كده. مفروض يكشف كل قد دي ويعمل تحاليل كل قد دي ويرجع لدكتور. ممتاز.